سلام القدسي لكم وعليكم وسلام القدسي لك وعليكم أنا حبيت أتجه في جبهة الشمال للدراسة اللي عملتها صحيفتها آرتس في بداية الحرب في ديسمبر 2023 لما كان التخوف والوعيد والتهديد في أوجه فعملين دراسة وعملين تصنيف للصواريخ بمنظورهم وتقديراتهم بتقديرهم المئة وخمسين ألف صاروخ منوع بين الباليستي وبين الصواريخ قصيرة المدى والمضاد للطيران ومضاد المدرعات ومع مضاد السفن الحربية وبرضو صواريخ أرض أرض وتصنف بطريقة الحالة نبدأ في الكتيوشة الجراد اللي هو يعتبر أشهر صاروخ لدى حزب الله يعني إحنا في 2006 لما سمعنا اسم الكتيوشة كنا نشوفه الصاروخ الأعظم فالمدى طبعه طبعاً أربعين كيلو متر يحمل لعشرين كيلو جرام من المتفجرات تقديرهم لعشرات الألاف من الكتيوشة عند فترسانة حزب الله فجر واحد اللي يحمل ثمانية كيلو جرام من المتفجرات مدى لعشر كيلو متر تقريباً نفس البركان البركان بيحمل تقريباً أكثر أو ضعف الكمية من المتفجرات الأعداد غير معروفة بالنسبة لهم فلق واحد عشر كيلو متر مدى بيحمل لحد خمسين كيلو جرام من المتفجرات شهين واحد مدى خمسة عشر كيلو متر بيحمل لحد مية وتسعين كيلو جرام من المتفجرات فجر ثلاث أربعين كيلو متر بيحمل لحد خمسة أربعين كيلو جرام من المتفجرات فجر خمسة خمسة سبعين كيلو متر تسعين كيلو جرام من المتفجرات راد ثلاث سبعين كيلو متر خمسين كيلو جرام من المتفجرات وصاروخ خيبر اللي هو هولوين المدايات تبعون إذا أخذنا إسقاطات المسافة إسقاطات المسافة إحنا تقريبا مع مع صاروخ خيبر اللي بوصل إلى 100 كيلو متر وبيحمل 150 كيلو جرام بوصل تقريبا لحدود الجنوبية من جنين ممكن يوصل لطول كرم يعني الحدود الشمالية لقلقيلية يعني بهالحدود هاي طبعا إحنا بنحكي من حدود الحدود بين لبنان وفلسطين المحتلة إلى الشمال الضفة الغربية الصواريخ تأخذ القياس الساحلي أحسن القياس الساحلي أنت بتحكي تقريبا لا تحت يافا بشوي صغير لا بين حيفا ويافا بالنص تقريبا نعم الصواريخ بعيدة المدى اللي هي زلزال واحد مية وستين كيلو متر بيحمل لحد ستميت كيلو جرام من المتفجرات زلزال اثنين لحد متين وعشرة كيلو متر بيحمل ستميت كيلو جرام من المتفجرات فاتح مية وعشرة تلاثمية كيلو متر خمسمية كيلو جرام من المتفجرات سكود سكود الروسي أظنيه بيصل لحد 700 كيلو متر وبيحمل 800 كيلو جرام من المتفجرات مدى الصواريخ اللي بنحكي عنها إذا من استبعد السكود بوصل تقريباً لحدود النقب يعني في وسط النقب شمال إيلات بحدود في فرق 50 كيلو متر شمال إيلات شمال أم الرشراش يعني تقريباً المساحة مساحة فلسطين المحتلة بس في الصواريخ هذولا نحن نحكي عن دراسة في ديسمبر 2023 غير اللي طلع المخبة يعني غير اللي لسه ما أعلن عنه يغطي مساحة فلسطين كاملة نتجه للصواريخ اللي هي مضادة للسفن اللي هي سي ثمانمية واثنين مدىها لحد مية وعشرين مدى لحد مية وعشرين كيلو متر بحملها مية وستين كيلو جرام من المتفجرات في صاروخ يخونت اسمه 300 كيلو متر مدى بحمل لحد متين كيلو جرام من المتفجرات الآن في مدة 300 كيلو متر ما بتوقع إنه بوصل لقبرص ولكن أكيد المقاومة عندها الأسلحة اللي توصل لقبرص إذا تجرأت قبرص إنها تخل في الوعود اللي أعطتها للبناء الصواريخ التي تستخدم لمضاد المدرعات اللي هو الكورنت المعروف مدى خمسة كيلو متر في الصقر المدى ثلاثة كيلو متر لأنه استخدموا كارنة 12 كيلو الشباب 10 كيلو متر نحن استخدم في الحرب الجارية فالتوقعات اللي كانوا الإسرائيليين يولولوا ويعيطوا منها هي على ترسانة تعتبر يعني أغلب الصواريخ اللي أنا بحكي لك عنها مطورة يعني وصلتهم من إيران عن طريق سوريا ومن سوريا ومن روسيا أغلبها تصنيع يعني خلينا نقولها هيك بالعامية موديل الثمانينات تسعينات يعني وبداية الألفنات فاعتمادهم في البحث على الترسانة القديمة هاي وتخوفهم منها يجعل صورة الرد القادم يعني مزلزلة فوق تخيلاتنا وتخيلاتهم يعني وخصوصا بعد الفيديو اللي نشروا الحزب اللي هو عن الأنفاق وعطونا لمحة هيك عرض شو حلو هيك يوم الجمعة عن قدراتهم الصاروخية الصغيرة يعني أنه إحنا تحت الأرض شو الصواريخ اللي بدها تتوقف صواريخنا وما منستبعد أنه فيه العنوان عنوان الأنفاق أو يعني الإسم كان عماد أربعة يعني فيه عماد واحد واثنين وثلاث ومنستبعدش أنه فيه عماد عشرين وثلاثين وما منقدر نزم أنه مش موجودات تحت يعني فلسطين المحتلة ما منعرف يعني كل شي وارد مع المقاومة فالتصور للرد القادم من حزب الله حسب ما قرأت بتقارير إسرائيلية عن تخوفهم الكبير من ضرب المنشآت اللي بتولي الطاقة كهربائية اللي بتعطي تقريباً من بعدها يعني حيفا وشمالاً وتقريباً لعند الناصرة أغلبها تعتمد على المولدات الكهربائية الموجودة في المناطق اللي بيّنها الهدهد فبتوقع تكون ضربة طبعاً في حال ان ضربت المنشآت توليد الطاقة الكهربائية ودخل الشمال في ظلام دامس يعني العقلية اليهودية الإسرائيلية طف النور أمه شوية وسمعه صوت خبط بنهار في أرضه فهذه راح تكون إحدى الضربات وبتوقع أنه يعمقوا شوية في احتمال لوصول المنشآت اللي بيّنت في صفد المنشآت العسكرية المستحدثة والغير مستحدثة بسبب يعني قلة قصف صفد في خلال الأشهر والأشهر الماضية فالتركيز عليها هو وجود مراكز عسكرية نوعية واستراتيجية فيها اللي هي منعرف أنه صفد يعني خليني نقول هي بتغطي الجهة الشرقية سوريا وما حولها يعني فالضربة راح تكون يعني موزعة بين أنه إخافة إخافة المستوطنين دون إذاءهم وضرب وتسميعهم يعني خليهم يسمعوا صوت ضرب القواعد العسكرية واللي متوزعة في الفيديو اللي شفناه للهدود ترجمة نانسي قنقر